وليست مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة وصلنا لفقرة طبية من المشاكل اللي بتشتكي منها بعض الناس اللي بتعاني من زيادة في الوزن إن على الرغم من محاولتها المتكررة في اتباع أنظمة دايت مختلفة علشان ينزلوا من وزنهم إلا إنهم بيتفاجوا إن وزنهم ثابت ما بينزلش طيب أو ممكن كمان ينزل بس بجرامات بسيطة ويرجع تاني في وقت قسير ويزيد أضعفهم بيكون الشخص مش عارف إيه السبب على الرغم إنه ملتزم بكل تعليمات الدايت الحقيقة إن الأبحاث الطبية أثبتت إن من ضمن أسباب سباة الوزن هي إن الشخص يكون بيعاني من مقاومة الإنسولين طب يعني إيه مقاومة الإنسولين وإزاي أعرف إن أنا مصاب بيها وإيه العلاقة بين مقاومة الإنسولين وبين صعوبة النزول في الوزن ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفي اللي مشرفني ونورني في الستوديو دكتور علاء الدين أحمد أخصائي التغذية العلاجية أهلا وسهلا يا دكتور أهلا أهلا شيء عظيمة في الدنيا كلها الله يسعد قلبك يا دكتور بس قبل المنتدى بالحلقة هقولك على حاجة حصلت معي في العيد اتفاضل إفاني أنا ما بحبش إيه بسموه حلويات اللحمة إيه الكرشة والفشة والمومبار وأنا على صفحتك أنا الوصفات اللي أنت وصفتيها خلتني أحب الحاجات دي لا والله والله يا العظيم الكرشة والفشة والمومبار والكوارع لا بجد حاجة عملتها بطريقة خلي بالك خليتنا أحبها الله يخليك يا دكتور والله يساعدك يا دكتور مرسيل زوء حضرتك حالك إحنا بنتكلم على حلقة هقولك اللي حصل في البريك أيوة اتشافنا أن معظم الناس بتشتكي إما من مقاومة الأنسولين أيوة إما عندها سبات في الوزن إما بتخزش هذا اللي حصل على فكرة في البريك صحي كلا؟ أيوة مظبوط إذا نتكلم على موضوع هو منتشر حقيقي بس في ناس ما عندهش ممكن فكرة أن هذا السبب نحن النهاردة هنعرف الناس تعرف إزاي والموضوع سهل تشخيصه وسهل علاجه نتكلم على مقاومة الأنسولين الأول لازم نعرف حاجة مهمة جدا الجسم الإنسان عبارة عن خلايا الخلايا دي بتحتاج كولوكوز عشان تقدر تقوم بالوظافة الحيوية بتاعتها نتكلم على مقاومة الأنسولين يبقى لازم نعرف يعني إيه الأنسولين الأول الأنسولين دي عبارة عن نورمون بيفرض من البنكرياس هو مسؤول أن يأخذ الكولوكوز من الدم يدخله الخلايا عشان الخلايا تقدر تقوم بالوظافة الحيوية هو معه الباسورد بتاع الخلايا يعني هو اللي بيعرف يفتح الخلايا نتيجة الأسباب هنقولها دلوقتي الأنسولين ما بيقدرش يدخل الكولوكوز للخلايا الخلايا بتقفل هو كل ما يدخل مش عارف يدخل فهي اللي بيحصل هنقول دلوقتي فهي اللي يحصل الكولوكوز عملي زيد والأنسولين عملي زيد فيه هنا بقى حاجة بتحصل الأنسولين لما يزيد ده هرمون عارف أنت اللي هو بيسمون اللي هو الفتوة بتاع الهرمونات اللي موجودة في جسم الإنسان فالهرمون ده لما بيزيد هو بيأثر على هرموات تانية طبعا وعلى رأسهم بيجي هرمون الليبتن هرمون الليبتن ده مسؤول عن الشبع طبعا خلي بالك يبقى أنا هنا الهرمون بتعليبتن ده لا يفرص فبالتالي أنا عملي أحسي بالجوع صحيح فعملي أعملي 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 أكل اللي يحصل لأكلة مزيد ويزيد الكولوكوز يزيد وانا كمان بزيد وانت عملي زيد والأنسولين عملي زيد ده اللي بيسموها مقامة الأنسولين أسباب كتير جدا بتؤدي لمقامة الأنسولين منها السن منها العادات السيئة في التغذية منها السن النباتية منها الكاربوهايدريت كل النشويات مش هو نشويات كلها في الآخر بتبقى في الصورة مبسطة جوة جسم الإنسان بتتحول للسكر أو بتتحول للسكر مجرد ما تدخل أنا عملي أكل كتير كاربوهايدريت والنشويات فعملي أرفع الكولوكوز صحيح فالكولوكوز لما يزيد الأنسولين لما يزيد الحمل المتكرر على فكرة زيادة الوزن يعني هي زيادة الوزن تؤدي لمقامة الأنسولين ومقامة الأنسولين تؤدي لزيادة الوزن تمام مرتبطة ببعضها كل في جانب براسل جينيتكس كل ده الأسباب اللي بتؤدي لمقامة الأنسولين تمام بس قلنا أهم نقطة فيها هي الكاربوهايدريت لأن الكاربوهايدريت هي محور بتاع الحلقة بتاعتنا النهار هلو كده؟ حلو كده؟ حلو كده؟ كلمنا نلوتي عن الإيه؟ على الأسباب تمام لتكلمة على الأعراض حلو كده؟ أعرف إزاي أن أنا صحيح عندي مقاومة الأنسولين على فكرة حقيقة لما تعرف إزاي أنك عندك مقاومة الأنسولين دايما في التخزيل على جهة هتلاحظ أن إحنا دايما عملينا بنقول معادلات ومعادلات بسيطة أيوة المعادلات دي فيها حاجتين دايما هتلاقي الوزن والطول أيوة ولتفتكر إحنا نتكلمنا على ثقافة الوزن قبل كده أيوة ما زالي بقى مكان ثابت في الشقة بتقيس في وقت معين بلبس معين أيوة نهار دا بقى هنتكلم على الطول من ضمن الأعراض الأساسية لمقاومة الأنسولين تلاقي المنطقة بتاعت البطن فيها زيادة والزيادة مش ماشية مع جاس مك أيوة يعني تلاقي إيه ممكن أن تلاقي واحد رفيع بس هو كرسي عنده بطن أيوة فبنعمل إيه حضرتك بنجيب المزورة عرف المزورة أو بتاعت القماش اللي بنقيس بيها كل فستان أنا بقيس محيط الوسط أو محيط الوسط بالصمت أيوة وقسمه على الطول بتاع بالصمت الرقم اللي هيطلق لو طلع نصف فيما فوق يبقى أنت خلي بالك هنا فيه يبقى زيادة تحتمال هنا كبير جدا عندك مقومة إنسولين آه أيوة طيب أأكد ده ازاي حالو إن أنا شوية أعراض بتحصل من أما هذه الأعراض تلاقي دايما الإنسان بعد ما يأكل عنده خمول أيزي نام وعنده نعاس وداخل في دور اكتئاب هو مكتئب ودايما تحس أنه عارف هو مش عارف إذا كان صحي ولا نايم وتلاقي عمال وزنه عمال يزيد من نمني برضو الأعراض الأساسية والمهمة جدا المقومة الإنسولين تلاقي المنطقة اللي وراء الرقم بديها تلاقي فيها خطوط بني واللي ضحت الإبل لما العوامل دي كلها تتجمع وتلاقي نفسك أهم حاجة إيه جعان عمال بتاكل أيوة أيوة إن هي خلاص بيقل ورمضة الأنسولين بزيء مرضوعة الشبعة ده تاكل تاكل عمال يبقى جعان على طول وزنك بزيد على طول هل دي كلها بنقول عليها إيه أعراض مقومة الأنسولين نحل ده إزاي ده نحل ده إزاي بص حضرتك اللي إحنا نتكلم عليه النهاردة ده المفروض يتحط كده في أول اندكيشة ليه أو أول حل ليه هو مقومة الأنسولين بيستا ليه هل عشان هو اسمه بيستا لا عشان المكونات اللي موجودة بيستا وهنعرف ليه أوكي لما نجي نتكلم عن مكونات بيستا وهنرمضها بمقومة الأنسولين النهاردة تمام وإحنا اتفقنا أنا لو بعمل النشرة الداخلية لبيستا هكتب أهم أول حاجة فيها هي علاج مقومة الأنسولين تمام هو بيستا دي مش عبارة عن أولا للألياف الزوابة الألف غير زوابة اللي هي عبارة عن الشفاة إحنا قلنا قبل كده أن هي بتخش المعدة وتقلل حجم المعدة فكمية الأكل اللي بتخش بتقل لا نسيت أقول لك على فكرة حاجة في مقامة الأنسولين من ضمن الأسباب الأساسية اللي بتأثر على هرمون الأنسولين ومتخليه مش قادر يفتح قرية هي زيادة الدهون في الجسم الدهون في الجسم عشكي يعبدو بيها تحليل يا دكتور الله ينور عليك أيوة نيجي بقى أن أخذ بيستا أيوة اللي بي تعمل حضرتك اللي بي تعد بضافة Team هي بتقلل حجم المعدة هي بتقلل صاص الدهون في الجسم بتحسن من حساسية الأنسولين والكلوكوز يه دئ seguro يا الألياف السيليم والشوفان والرابة والرادة الأمح يبقى النهاردة نحن الآن نحن نتكلم عن مقامة الأنسولين فائدة الأنسولين بتحسن من حساسية الأنسولين بالكلوكوز وتكون صاص الدهون بتحسن أو بتزود من حلق الكاربوهيدريت دهيل علشان كده هتلاحظي هي سبنا ليه منتشر الأيام دي أو فترة الأخرينية دي لأن احنا اتجاهنا للفاصط فوت وسبنا الأكل الصحي بتاعنا اللي هو فيه ألياف الألياف قلت علشان كده لما تروح لأي حد يقول لك زود الألياف في الأكل أنا بقى بتدهيلك في بيست مش كده وبس تعالي نتكلم عن مكانات بيستة التانية الكروميوم الكروميوم ده مش أنه هو خسوم تليجرام وهو مادة طبيعية موجودة في جسم الإنسان مع الزمن ومع السنو ما بتتمتكتش ايه فادة الكروميوم بيحسن من التمثيل الغذائي للكاربوهيدريت اللي هي بتتحول لقلوكوز يبقى الكروميوم النهاردة ليه دور في أنه يعالج مقابة الأنسلو لا لا ليه دور طبعا لأن احنا الكروميوم اتفقنا من ضمن الحاجات الأساسية بتاعته أنه هو بيحسن من التمثيل الغذائي للكاربوهيدريت وعلى فكرة التفانة الخسومية للجرام ده أعلى تركيز موجود في أي مستحضر بيعالج السمنة في مصر آه نهاية أنا بتكلم داخل مصر يعني حاجة بتقول إيه اللي بيميز بيست عن أي حاجة موجودة تاني طيب طيب مكتفينا بكده لا تعالي عندك فيتامين سي فيتامين سي دايما كنا متخيلين أنه هو ليه دور في حتة المناعة تمام والكولوجين اللي هو نضارة البشرة لا كمان فيتامين سي بيزود من حرق الكاربوهيدريت يا كله عقل باكي احنا رحينا على إيه الكاربوهيدريت آه لأن هي أكتر حاجة مسبب فيه اللي هي في الآخر بتتحول في جسم الإنسان لجولوكوس لجولوكوس صح طمام كده أي مصبوط فالتفاني هي بتزود السمنة طمام طب مش كده بس اللي كارنتين اللي كارنتين بقى بشتغل الدهون مش إحنا برضو قلنا من ضمن أزماج السمنة الدهون هي اللي بتؤثر على هرمين الأنسولين مش قادر يفتح الخلية صح يبقى أنا لما دي النهاردة مستخدر فيه كمان اللي كارنتين بالتركيز بتاعه هو لـ 50 ميلي جرام أنا عملت إيه أنا حررت الطاقة عن طريق حرق الدهون كويس يبقى لما أجأ أقول إن بيستا المفروض يتكتب كده في النشرة الدخلية بتاعيتها أول إن كيش يليها علاج مقاومة الأنسولين هي لازم يتكتب كده صحي كده؟ صحي طبعا طبعا طب إحنا معنا حالة دكتور أستاذ إبراهيم خلينا نشوف مع مشاهدين الكرام في حالة أستاذ إبراهيم يعني إيه تجربته نشوفها كده مع بعض ونرجع نستكمل كده إحكي لنا قصتك مع بيستا وإزاي سعادتك تخص اسمي إبراهيم محمد إمام عندي 27 سنة كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85 قبل ما أخص كنت أبعني من حاجات كتير من ضمنها أن أنا ما كنتش باع فالبس كويس كنتش عارف بمارس الرياضة اللي أنا بحبها اللي هي الكورة كان عندي صعوبة في أطلاء السلم كان عندي صعوبة في مظهر العام قدام الناس الحقيقة ما كانش فيها أي حاجة محروم منها وأنا باستخدم بيستا بالعكس أنا كنت باكل كل اللي أنا عايزه بس بكميات قليلة بعد ما استخدمت بيستا بصراحة الموضوع اختلف معي جدا كنت باستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة يوميا ما كانش عندي أي مشكلة مع الجوع لأنه ما كانش بيحسسني أن أنا جعان خالص لغير أن طعمه كان حلو جدا كان بطعم التفاح فأكني بالزبط كنت بشرة وعصير بعد ما خسيت بصراحة الموضوع اختلف معي ما بقيتش عندي أي معاناة في أي حاجة ولا في اللبس ولا في الحركة بعمل اللي أنا عايزه وباكل اللي أنا عايزه الحقيقة بحب أنصح الناس أنهم ما يستخدموا بيستا كده بقى الرغم من هو وزنه بس تشوف فرق في البطن أنا خدت بالي من البطن بقى الجزء اللي حضرتك تتكلمت عليه بيستا علفك عشان هو آخر حاجة قال لك أنا بصح الناس بيستا وأنا بقول لهم طب حيك قولينا مين اللي مسمح لهم يستخدموا بيستا أو إزاي يستخدموه حلو مش نحن اتفقنا بيستا ده عبارة على مكانوات طبيعية أيوة أنا بس إيه حطيت المكانوات الطبيعية في صورة بسيطة عشان كل الناس تعرف تأخذها وطعمه مستصاغ يا دفع طعمه طعم التفاح طعمه مستصاغ يعني هي مشكلتنا كانت في الأليافة اللي هي مش البستا طعمها مش مستصاق فالناس بتسيبها يعني ممكن تأخذ يومي 2-3 إنه مثلا بتأخذ عصير وعلى فكرة أنا طلعت المعلومة النهاردة جديدة عارفة هي يتحط على مية ساعة لأن المية الساعة بتزود من الحرق يبقى أنا لما أجي أحط بيستا أحطها على كباية مية ساعة قبل أكل من نصف ساعة كان زمان الناس بتتخيل أن المية الدافية هي المية الساعة هي اللي بتزود عمليات الحرق يبقى أنا لما أجي أحط بيستا أحطها على مية ساعة ودوبه كويس وأخذه قبل الأكل من نصف ساعة تمام هاك سألت سؤال في منتهى الأهم مين المسموح له ليأخذ بيستا إحنا دائما بنخاف من أي مستحضر بندي من الناس اللي هي صاحبة الأمراض المزمنة تمام سكر الضغط الكوليسترول الكوليسترول الحاجات دي كلها إذا كان هو بيقلل الكوليسترول أيوة يبقى أنا أصفه للناس اللي بتأخذ الكوليسترول إذا كان هو بيحسن من تحفيز الهرمون الأنسولين لسكر الكوليكوز يأخذوا مرض السكر يأخذوا مرض السكر أيوة تمام أي تاني مرض القلب إذا كان هو بيقلل الكوليسترول على فكرة سأقولك أن من ضمن أعراض مقاومة الأنسولين اللي هي الدهون السلسية إذا كان هو بيقلل الدهون السلسية لأنه هو بيقلل مقاومة الأنسولين أو حسية الأنسولين للكوليكوز يبقى الناس اللي عندها قلب تأخذ آمن بالنسبة تأخذ البستا تمام حتى الأطفال كويس من عمري كام يا دكت هو بس حيك هو إحنا بيستحسن أن إحنا الطفل لحد 12 سنة يستحسن إحنا نزوله نزول طبيعي طبيعي أو من عاش نتفسي في حاجات مش مظبوطة وفاجأ نقول أصطور فيع أنا بزعل قوي من كده رفيع هو كده كده جسمه هيتغير لأنا أخطارك بقول الحلقة عملتها معك اتفاق لحد سن سنتين إحنا بنزود عدد الخلايا الدهونية في جسم الطفل وبعد السنتين الخلايا الدهونية هي بتتملي يعني عندي مهمة جدا من سن دي ون لحد سنتين أن أنا مزودش عدد الخلايا الدهونية عن طريق لحبيب أنت كل ما تعمل حاجة حلوة خد الملبسة دي ياخد الملبسة دي عمالي بزود عدد خلايا الدهونية هي بتتملي بعد كده وبيبقى عنده الأوبازيتي اللي هي السمنة تمام فالنهاردة بيستة هو أصلا موصوف للناس اللي عندها أمراض مزمنة تمام فالحريك هتسرحي كده في أي مرض انت خايفة منه ياخدوه آمن بالنسبة كيف أدقيك جرعة يا دكتور حال السؤال ده مهم جدا لأنه مهم جدا أنا عارف بيستة بس لازم عارف نستخدوه ازاي تمام ناخد الباكو الباكو ده بأخدوه على كوباية مية كبيرة اكتفال نهاردة نهاردة قبل الأكل بنص ساعة تمام هينفش في المعدة هيبتدي يشتجل هتلاقي نفسكين ده قبرياتك لأكل بتقل راح تأكل انت مش هي دي شهيتك انت حتلاحظها على فكرة وعشان كده دايما نعلمونا بقى المصطلح الجديد في التخصيص التخصيص ليس حرمان أنا ما بحرمكش ولكن ايه بزبط لك أكلك هو هيتقنن لك وده اللي بستة بتعمله مرة واحدة في اليوم ولا اتنين مرتين بص حريك انت حريك إيه الوجبة اللي انت بتاكل فيها كتير فيها على فكرة ناس بتاكل التلات واجبات يبقى ناخده قبل التلات واجبات فهمت ناس بتاكل واجبة واحدة يبقى ناخده قبل الوجبة واحدة ناس بتاكل واجبتين يبقى ناخده قبل الوجبتين يعني الوجبات اللي انت بتاكل فيها كتير بستة تخش قبل الأكل بنص ساعة هتفر معك كمان في شهيتك طب الناس بقى اللي بعد ما بتوصل للجسم اللي هم عاوزين تحت عنيها بيبان شوية هلات ووشها شوية بيخس أو بينزل مع جسمها في ناس ما بيبانش على الوش في ناس بيبان فالناس اللي بيبان وبيبقى واضح معهم نعمل إيبا معهم بس حريك حريك قصرتي نقطة هي هو المقضة مش يحصل مع باست على فكرة هو بيحصل مع الناس اللي بتعمل أنظمة تغذية أو نظام جزائي للريجيم فهنا أنا قليلت كمات الفيتامينات اللي دخلها في جسمه فبالتالي دي بتظهر بقى على شهوب تحت العين شقره بيقى عنده مشكلة في ضوافره وعنده مشكلة حاس أنه هو تعبان علشان كده برضو نحن نحلللنا عزين المشكلة وساعات في ناس ما بتقولش أكله صحي أصلا يا دكتور حتى لو هي هتاخد بيستا بس هو في الآخر ما بيقولش أكله مناسب لي أنه هو يعرف يعود بيه الفيتامينز برضو اللي هتنقص من جسمه حركتي بيت يعني واخداني على الحل التاني السحري اللي هو القلب مالتيفيت اللي احنا ندعم بقى بحاجة لازم بس عايز أقولك على حاجة بقى بقى النشرة عملت حاجة حلو قوي هي يديتك فيتامينات بس الفيتامينات دي عشان تعود لو حصل عندك نقص في أي مجموعة فيتامينات ومشكلة بس كمان حتساعدك في علمات الحرق ونعرف ده ازاي ازاي حلو قوي احنا مجموعة بيستا فيها 13 من أهم القلب مالتيفيت سيئة 13 معدن من المعدن المهمة كويس هناخد كده على سبيل المسال كان معدن ونشوف هل هم ليهم دور في عملية التقسيس ولا تمام احنا عندنا منهم ايه دكتور عندنا أنا أتكلم كلسيما تشفوا الناس اللي عندها نقص في الكلسيما الحرق عندها بيقل للناس اللي عندها نقص في الكلسيما بيعندها نقص في فيتامين دي وفيتامين دي من الحاجات المهمة جدا لو ما بتقل في جسم الإنسان عمليات الحارق عنده بتلفت ليه هو مش بنزل في الوزن أنا هطلع المعمل على طول دلوقتي تاني يبقى الكالسيوم مهم جدا ناخده موجود في القلب منطبيل ونسبته كويسة دكتور بالاستمرارية ولا لا بص حريك هو الكالسيوم مشكلته أنه هو مش دايما نقص الفيتامينات هل فيه ناس بتخاف من استمراره على الكالسيوم لفترة طويلة من الترسيب والحاجات لا لا بص حريك في النقطة هو التركيز اللي موجود فيه احتياجاتك اللي انت معتاجها دايما الفيتامينات المعادن دي حاجة على مدار السنين يعني مش يسفجأة نقص في الكالسيوم نتيجة العادات السيئة عندك من الصغر ده بتيجي مع السنين بقى تلاقي نفسك بقى لما الموضوع بينقص قوي بتظهر عليك بتظهر تمام فالكالسيوم اتفقنا أنه هو الموجود في القلب منطبيل عشان هو ليه دور في عمليات الحارق نجي نتكلم على النحاس موجود من ضمن المكانات بتالقلب منطبيل النحاس ده بالإضافة أنه هو بيقل المعرض الشاخوخة ولكن بيحسن من كفاءة الغضة الدرقية غير لعشان كده دايما نطلب من العيان بتاعنا أنه يعمل اوه حاجة فيتامين دي وتحليل الغضة الدرقية ومقاومة الأنسولين اللي احنا النهاردة بنعالجه مهمة تلاتة النحاس بيحسن من كفاءة الغضة الدرقية عشان كده الناس اللي بيبعندها كسها في الغضة الدرقية بيبعند نسبة الحارق عندها وليالفها بتدخل نجي على مجموعة فيتامين بي هنتكلم النهاردة بأن احنا بنتكلم على قلب المالتفيت ودور في عملية التخصيص هنتكلم على بي 12 أو من ضمن مكونات قلب المالتفيت مجموعة البي كومبلاكس ويجي على رأسها البي 12 البي 12 في حضرتك يليه دور في عملية التمسيل الغضاء غالبا ما بيبقاش موجود جوه مالتفيتامين خالص غالبا يعني المجموعة كلها تتوفر في علبة فيها مجموعة فيتامين بي عموما لأننا غالبا بناخده بره طبعا هو طبعا مريد السكر عشان بيعاني من حتة الأعصاب فدائما بياخد البيتامين والرياضيين كمان يا دكتر لا دا احنا نعمل حلقة مخصوص عن تغذية الرياضيين عشان احنا في قناة الأهل وقناة الأهدي قناة الرياضية هنربط ما بين التغذيل ومن الرياضة ودورها في اللعبة اللي بتقع ودورها في اللعبة اللي بيجالها كرامبات واللي بتتصاب كتير بس دا نعمل لها حلقة تانية ان شاء الله حلوة نجي نتكلم على الكبر واتفقنا الكبر دوره في حتة تحسين غضل ضرقية بيتولف بقى بيتولف حقيقي بيعمل ايه بيحسن تمثيل الغذائي للكربوهيدريت يعني الناس اللي عندها نقص فيتامين بيتولف هيبقى تمثيل الغذائي للكربوهيدريت ضعيف فبالتالي كربوهيدريت تتحاول ايه لكوليكوز وبالتالي مقومة الانسولين تزيد وبالتالي ندخل يبقى انا دخلت بالقلم الملتفيد بيعمل ايه بيحسن كمان من عمليات الحرق في جسم الانسان هاي نجي للزنك الزنك دايما احنا دايما بنقول ايه الزنك ده بيمنع تكاثر الفيروس داخل الخلية عشان كده لدور في المناعة وعلى فكرة القلم الملتفيد مهم جدا الام دي خاصة في تغيير الفصول في تغيير دراكات الحرارة الناس تقعد في التكيف تطلع في الحر فدور البرد منتشر قوي بصرف النظر او الامراضي جاهزت نفسها منتشرة فانا محتاجة قد قلب الملتفيدة علشان يزموض المناعة تمام ايوه فنقول ان الزنك بالاضافة لدوره في المناعة بيحسن عملات التمثيل الغزال في جسم الانسان تمام نجي الفيتامين سي اللي احنا لسه قلنا عليه من شوية مش قلنا فيتامين سي لدور في عملات الحرق وخاصة الكربوهايدريت بالاضافة ان هو بيقاول مناعة وخصنه نسبته كويسة خمسمية طيب الله ينا الله حضرتك يعني انا عايز اقول في الاخر ايه هذا النهاردة تاخد قلب الملتفيد وتاخد بيستا تاخد بيستا قبل الاكل وتحط ببطنك بطيخ خصيف تاخد بيستا قبل الاكل بنصف ساعة وتاخد القلب الملتفيد القرس بعد الفطار عليكم بايت ماء هاي عشان يدي باور طول اليوم معنا خلاص اه دي حقيقة اصلاحة نقطة مهمة جدا اه يدي باور طول اليوم كمان انا بص بقى ليلب الملتفيد عشان كده يقولك هو مصدر للطاقة وبيقاول مناعة لا وبيحسن من عملية التخسيس طب ويسطح لكل الاعمار يا دكتور اه هو خلي بالك هو هي بس حتى يعني هو من بيستحسن اننا بتديه من بعد 12 سنة بالنسبة للاطفال اه طبي اه طبي احنا عملنا ما هنديهم حاجة يعني كده اللي بيبقى لهم فيتامين تخصة بيهم يعني وزي ما اتفقنا هايك سألتيني سؤالي على بيستحسن هايك سألتيني سؤالي على البل الملتفيد مين المسموح له يفضل ما احنا اتفقنا مريض السكر امراض الاصحاب الامراض المزمنة اه بيشتكي بالنقص فيتامين فيه فانا بتديه ليلب الملتفيد الناس الكبيرة في السن ده وعنده مشكلة كمان في امراض الشخوفة بتديه ليلب الملتفيد عشان فيه الكبر كمام عندك فيتامين سي ده بيقاول مناعة واعلى هو نسبة في الزنك اه طبعا بالنسبة لمقارنطا يعني بانواع اخرى اه طبعا ومنوش بديل يا دكتور ليلب الملتفيد لا التركيبة دي بال13 ملتفيد مفيش مستحضر في مصر موجود فيه 13 ملتفيد هاي وربطنا النهاردة ما بين اليلب الملتفيد وما بين البستا ودورها في عمليات رفع معدلة الحرق في جسم الانسان طب نحصل عليهم ازاي عشان اصدقائنا بقى من خلال المحافظات كمان احنا عندنا اولا فيه الارقام التليفونات دي شغالة 24 ساعة في ايوة حضرك هتطلب الارقام التليفونات بس تتحط كلمة مهارات عظيمة عشان هيجيلك عبطة يعني كلمة السر مهارات عظيمة رقم واحد رقم اثنين هو متوفر في الصيدلات الكبرى سواء كان القلب الملتفيد او بستا كويس يعني مركز توزيعها على سبيل مسالة المتحدة مثلا فيها القلب الملتفيد مجموعة الصيدلات كبيرة يعني ده في حالة بقى لو انا رحت الصيدلية ولا ممثل ما لقيتوش فالصيدلية بتتصل عن طريق صح كده الشركة المتحدة ينزل الارقام او بارقام التليفونات المقبضة على شاشة هيجيلك لحد باب البيت كويس جيد وده في كل المحافظات من اسواد المرسمة طروح هاي ومتوفر في الصيدلات واحنا خلي بالك دخلنا في مرحلة بقى من بيستا كنا بنتكلم في تجارب تلوقتي هنخش بقى في المراحل العملية هتلاقي الناس هي اللي بتديك الفيد باك طبعا عنه ايوة مضبوط وانا على فكرة بيجيلي فيد بكتير اقوى عن بيستا اكثر من روعي يعني الكلام اللي احنا بقوله بصفة نظرية بيتحول لصورة عملية وانت فعلا بتحس ان انت مش بتاكل كتير بتحس ان انت عندك معدات الحرق بتزيد بتحس ان انت عندك انت مش معناك شخص في خلال فقرة قد ايه دكتور يعني حتى الناس بتستعجل كتير ساعات بص هو دي من ضمن الثقافة الغذائية ان انت لما تروح تعمل خساسين انت بذلك انت نفسك في اول الشهر ادي نفسك 15 يوم ووزن نفسك تاني ودي نفسك شهر ووزن نفسك تاني حلو اوي انما ما جيش ايه كل يوم اوزن نفسي اه طبعا لا انا مش اصليه مش سحر ومسلحك خلي بالك في وقت من الوقات هنقول امتى توزن نفسك كل يوم بس مش ده انا مش النهار فهمت خلق يعني حاك عاملة مفاجئة اه 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 سهلا برضو فيها ثقافة اكي انت اوزن نفسي كل يوم خلي ماك اقول لك بقى بسرعة كده اه في حتة ثبات الوزن اه لو انا عايز سبت وزني لأخش هزبت لين عشان لو اوزت تكيلو اروح برجعو فهمت اه بس دي مش المرحلة الاولى مرحلة تاني هنتكلم عنها لاحقا عايزين نخس فانت عشان تخس انت بيوزن نفسك كل 15 يوم في نفس الوقت في نفس المعاد لثقافة الميزان اللي احنا اتفقنا عليها والله يا دكتور يعني مش عارف اقولك انا بشكر حضرتك جدا بشكر برضو شركة بايو ناترال انها عاملة يعني توليفة رائعة قدرت تعرف احنا كمصريين فكرنا ان فيه ناس بجد بجد متبقاش واخدة بالها ومتبقاش عايزة تلجأ لأدوية وتابلتس وحاجات بيخافوا منها او لعمليات لقدر ان احنا نوصل لي نوصل لده فانا بشكره منه بجد فيه حاجات امنة مرخصة اقدر اجيبها من الصيدلية اطلبها من مكان مضمون انا مستريحة انا جربت قلبي مالتيبيب للامانة وهو رائع وانا ماشي عليه وولادي كمان بس انا يعني هاجرب بيستا لان انا من الشخصيات اللي عندي صقافة الميزان انا بقى جربت بيستا اه اه والله حضرتك جربت ومنتظم عليه بتحافز يا دكتور يعني يقدر الناس اللي عايزة تحافز تحافز به اه بقول الحركة انا ماشي على بيستا والله يعني انا باخد بيستا زي ما انا بقولوك انا باخدوه وعندي اه انا شفت حضرتك برا ببعاك على طول فانا بيستا بقوده هو لو انا بقى ادخيني يبقى العفة بس لو انا كويس حضرتك كويس جدا بس انا عايز حيك شكرت بيونوتشر على التوليف اللي عاملها في المستحضرات اه وانا عايزة اشكر وسعيدة بوجود حضرتك بجد اضافة ودايما بتدينا معلومات اتمنى انا فعلا ان اكون اضافت اضافة للسادة المشاهدين اخر حاجة اقولها لازم انت تتقيم نفسك هو انت عندك مقاومة انصرين والاقاء وبسرعة بشكر حضرتك جدا بجد اسمحوا لنا مشاهدين الكرام اه اشكر ديفي اللي شرفني ونورني النهاردة في الاستوديو دكتور علاء الدين احمد اخصائي التغذية العلاجية بشكر حياك شرفتني ونورتني وبشكر حضرتك الحصن المتابعة واتمنى يا رب نكون الحلقة خفيفة على لوب حضرتك اتمنى من الله نشوف حضرتكم في حلقة جديدة على الف خير وصحة وسلامة وسعادة و سلام عليكم